أكد شرفان درويش الناطق باسم قوات المجلس العسكري لمدينة منبج أن حملتهم لا زالت مستمرة وقد تم تحقيق 95% من أهداف الحملة وأكد درويش أنه لا يزال هناك البعض من الجيوب للتنظيم في الريف المحرر يتم التعامل معها وقال شرفان درويش إن الألاف شارعوا في العودة إلى المدينة وإن المحالة بدأت في فتح أبوابها لتعود الحياة للطبيعتها